ميلي السماء جرب يعمل سباكيتي بنكهة الريحان والبندورة يجمعها الوصفة خرافية خلينا نشوف الطريقة سلكت المعكرونة بمي مغلية مع لشة ملح وشوية زيت ببلش أقلبها أول ما تبلش تطرى معي لحد ما نوصل لمرحلة الاستواء ونحطها بصفاي هنا عندي المكونات بندورة حمراء مقطعة مكعبات وعندي شوية من ورق الريحان الأخضر هنزلهم بالخلاط وأخلطهم كثير منيح لحد ما يصير مع القوام كثير ناعم طبعا أنا هون ضفت شوية مي حتى أخفف من كثافة السوس بعدها جبت بصلي من قطعة مع كم من سنتومة حطيتهم بالخلاط وخليته يصير كثير ناعم بعدها نزلت بالطنجرة شوي من زيت الزيتون نزلت عليها هذا الخليط خليته يغلق ويبلش يكثف مع بعض على الغاز ضفت معلكتين من روبل بندورة ورجعت حركتهم شوي لحد ما صار معي القوام كثير كثيف بالنسبة للبهرات اللي استخدمتها هون بودرة مرقة الدجاج من كنور رشة من الفلفل الأسود ورشة من الببركة الحلوة وضفت كمان رشة من توم البودرة ورشة من البصل البودرة وخليتهم مدة خمس دقائق يغلق لحد ما صارت معي السلصة هي كثيفة نزلت الماكرونة المسلوقة خلطتهم مع بعض وحاولت أشكلها على شكل دائري بهذا الكفكير رح تشوفوه أمامكم وبعدها نزلتها بالصحن زينتها بورق الريحان مع رشة من الجبنة وكانت هاي الوصفة باتمنى تكون عجبتكم لا تنسوا دعمكم على المقطع والاشتراك بالقناة باليوتيوب ويعطيكم ألف ألف عافية شكرا